أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبغ خافقنا فالجرح كفا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله تعالى عليه وسلم ورضي الله عن صحابة نبينا أجمعين وعن آل بيته الطيبين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين وعنا معهم بمنه وكرمه وواسع رحمته إنه أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين وافتح علينا بخير ما تفتح به على عبادك الصالحين وأوليائك العارفين إنك أنت الفتاح العليم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أيها الأخوة الأفاضل ونحن نلتقي مع حضراتكم في حلقة جديدة من برنامج رمضان حياة نتكلم في هذا البرنامج في حلقاته عامة عن حياة القلوب وعن أسرار هذه الحياة وعن أسبابها نتناول في كل حلقة عملا من أعمال الجوارح أو عملا من أعمال القلوب التي لها أثر كبير في حياة قلوبنا نسأل الله أن يحي قلوبنا وقلوبكم بحبه وقربه وطاعته ورضاه اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آمين حياكم الله من جديد اليوم نتكلم عن عمل من الأعمال القلبية ذات الصلة العظيمة بحياة القلب فوجوده سر من أسرار حياة القلوب وسبب من أسباب حياة القلوب وغيابه من أعمال القلوب هو سبب من أسباب موت القلوب بل أن العمل كل العمل محجوب إذا غاب هذا العمل من أعمال القلوب أعمالنا محجوبة لا تقبل أعمالنا لا تقبل هذا العمل من الأعمال القلبية هو الإخلاص والله عز وجل يقول وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ويقول سبحانه وتعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا فالإخلاص به خلاصنا والإخلاص به نجاتنا والإخلاص به سلامتنا من العطب والهلاك في الدنيا والآخرة لذلك الفضيل بن عياض رحمه الله يقول أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا أخلصه وأصوبه قالوا وَمَا أَخْلَصُهُ وَمَا أَصْوبُهُ يعني بعد أن قرأ قول الله عز وجل فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلِيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكِ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحْدًا فقال الفضيل بن عياض أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا أخلصه وأصوبه قالوا ما يعني أخلصه وأصوبه قال إذا كان العمل خالصا غير صائب لا يقبل وإذا كان صائبا غير خالص لا يقبل يعني حتى إذا كان العمل صواب لكنه غير خالص لوجه الله لا يقبل وإذا كان خالص لوجه الله لكنه غير صواب فهو لا يقبل فقيل له ما الإخلاص وما الصواب قال الإخلاص أن يكون العمل لوجه الله يعني لا يبتغى به إلا وجه الله والصواب أن يوافق السنة إذا إذا كان العمل خالصا لوجه الله موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا العمل مقبول وكل عمل غير هذا العمل مردود كل عمل غير هذا العمل مردود يعني كل عمل لا يستوفي هذين الشرطين لا يستوفي هذين الشرطين لذلك يا حبة الأكارم حين ذكر الله عز وجل أعمال المنافقين وأعمال الكافرين بين لنا أن هذه الأعمال غير مقبولة فقال سبحانه وتعالى وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمِلٍ فَجَعَلْنَاهُ أعمالهم كسراب بقيعة وقال سبحانه وتعالى وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشتدت به الريح في يوم عاصف فهذه الأعمال غير مقبولة لأنها لم تكن خالصة لوجه الله ولم تكن صائبة موافقة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ابن القيم رحمه الله حين يتكلم عن الإخلاص يقول وإذا ذاق القلب طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك ولا ألذ ولا أطيب والإنسان لا يترك محبوبا إلا لمحبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوفا من مكروه فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي قلبه انقهر له هواه بلا علاج انقهر له هواه بلا علاج يعني ينقهر لك هواك ينقهر لك هواك وتنقهر نفسك وتنقهر شهوتك وينقهر شيطانك حين تقدم الإخلاص لله عز وجل على كل شيء وإذا ذاق القلب طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك ولا ألذ ولا أطيب والإنسان لا يترك محبوبا إلا لمحبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوفا من مكروه فإن ذاق طعم الإخلاص وقوي قلبه انقهر له هواه بلا علاج انقهر له هواه بلا علاج يقول سفيان الثور عن نيته رحمه الله يقول ما عالجت شيئا أشد علي من تقلب نيتي إنها تتقلب علي إنها تتقلب علي وهذا يكون شأن العبد الصالح الذي يتفحص نيته قبل أن يقدم على العمل ويتفحص نيته أثناء العمل ويسأل الله عز وجل القبول بعد العمل تتفحص نيتك قبل العمل لأن النية سابقة للعمل لأن النية سابقة للعمل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فمطلوب منك أن تتفحص نيتك قبل العمل أن تتفحص نيتك وأن تتذكر باب الاحتساب لله عز وجل في كل عمل وفي كل قول وفي كل قصد وفي كل نية حتى يكون هذا العمل مقبولا وتدرك ثوابه وتنال أجره عند الله عز وجل ثم تتفحص نيتك أثناء العمل لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول لا ومقلب القلوب وكثيرا ما يدعو ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فأحيانا يشرع المرء بعمل قد استحضر فيه النية لله لكن لأن قلبه ضعيف لأن أعمال القلوب عنده قليلة لأن أمراض القلوب عنده كثيرة فقد تنقلب نيته أثناء العمل هو يبتغي بالعمل وجه الله قبل أن يشرع في العمل فإذا شرع في العمل جاءه حب المحمدة وحب الشهرة وحب رؤية الناس وحب مدح الناس وحب ثناء الناس فانتقل العمل من الإخلاص إلى الرياء نعوذ بالله فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فأنت تفحص نيتك قبل العمل وتتفحص أو تستحضر نيتك قبل العمل وتتفحص نيتك أثناء العمل ثم إذا أتممته على أحسن وجه وعلى أتم صورة لجأت إلى الله عز وجل أن يقبل منك هذا العمل إنما يتقبل الله من المتقين فتدعو الله عز وجل أن يتقبل منك يقول الله عز وجل الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة من هم؟ الذين يصلون الذين يصومون الذين يتصدقون الذين يذكرون الذين يشكرون الذين يصبرون لكنهم مع هذه الأعمال الصالحة من أعمال الجوارح أو الأعمال القلبية حين يعملون العمل يفزعون إلى الله ويفرون إلى الله ويلجأون إلى الله عز وجل يسألونه القبول خشية أن يكون هذا العمل لا يقبل ولذلك لا ترقى أعمال العبد مهما كانت خالصة وصائبة وصادقة يعني أن تكون تليق بمقام الله عز وجل لكن من كرم الله عز وجل أن يقبل منك أعمالك لأنه مهما تعمل من أعمال قد تكون عاجزا عن شكر نعمة واحدة وإن تعد نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وما بكم من نعمة فمن الله لكن أنت تعمل الأعمال الصالحة التي تليق بجلال الله وجمال الله وبهاء الله وكمال الله وأسمائه وصفاته وتليق بربوبيته وبألوهيته وبتوحيده وبإخلاص العمل له لكن بعد ذلك لا تتكل على عملك وإنما تتكل على رحمة الله الواسعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهَ قال وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ برحمة منه وفضل أو كما قال عليه الصلاة والسلام حين نتكلم عن الإخلاص بعض العلماء يعرفه أنه مأخوذ من أخلص يخلص أي مأخوذ من خلص فإذا خلص هذا الشيء يعني أصبح نقيا وأصبح خالصا وأصبح مخلصا من الشوائب ومن أي شيء يكدره أو يغبر صفه فهو من أخلص يخلص من خلص فإذا خلص العمل لله أصبح هذا العمل نقيا وأصبح هذا العمل صافيا وأصبح هذا العمل مبتغي به وجه أحد إلا الله عز وجل وأما الإخلاص من ناحية الإصطلاح فيعرفه ابن القيم رحمه الله يقول الإخلاص هو ما لا يعلمه ملك فيكتبه ولا عدو فيفسده ولا يعجب به صاحبه فيبطله الإخلاص الإخلاص لله عز وجل هو لا يتعرض إليه ثلاثة لا ملك ولا شيطان ولا نفس فيمضي هذا العمل خالصا لله تعالى يمضي هذا العمل خالصا لله تعالى الإخلاص هو ما لا يعلمه ملك فيكتبه الملك يكتب ظاهر الأعمال أما باطن الأعمال هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل فلا يعلمه ملك فيكتبه ولا يعلمه عدو شيطان من شيطان الإنس أو الجن فيفسده ولا يعجب به صاحبه فيبطله لا يكون عند الإنسان إعجاب بعمله هذا فيبطله إذا لم يتعرض العمل لهذه الآفات الثلاثة فهو خالص لوجه الله إذا جاء صائبا موافقا للسنة خالصا لوجه الله لم يتعرض لهذه الآفات الثلاثة فهذا العمل فيه الإخلاص لله عز وجل فيه الإخلاص لله عز وجل سفيان بن إبراهيم النخعي يقول رحمه الله أن الصالحين كانوا يكرهون أن يظهروا صالح ما يسرون يعني حرصهم على الإخلاص كانوا يكرهون أن يظهروا صالح ما يسرونه من أعمالهم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في السبعة أصناف الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فذكر منهم من؟ رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه فاضت عينه هذا إخلاص لله وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه هذه درجة عالية في إخفاء العمل الصالح حرصا على أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله تعالى سفيان بن عيين يقول قال أبو حازم اكتم حسناتك أشد مما تكتم سيئاتك أكتم حسناتك أشد مما تكتم سيئاتك يعني كن حريصا على كتم حسناتك أشد من حرصك على كتم سيئاتك عبد الله بن المبارك يقول قال لي سفيان إياك والشهرة فما أتيت أحدا إلا وقد نهاني عن الشهرة الشهرة هي من أكثر قواصم الظهور حب الظهور أكثر هو من أكثر قواصم الظهور إعجاب المرء بنفسه سعي الإنسان أن يكون مشتهرا بين الناس من خلال المناصب من خلال الإعلام من خلال سيادة الناس ورئاسة الناس وتقدمهم هذه الصدارة التي يسعى الإنسان أحيانا أن يكون مشتهرا بسببها فسفيان بن عيينة عبد الله بن المبارك يقول قال لي سفيان إياك والشهرة فما أتيت أحدا إلا وقد نهاني عن الشهرة لذلك كان من صفات الصالحين أنهم إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا وفي هؤلاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه هذا على أهبة الاستعداد دائما حيث ما سمع صيحة طار إليها حيث ما سمع صيحة طار إليها فإذا نادى مناد الصدقة وجدته من أوائل من يلبي نادى مناد صلاة الجمعة أو الجماعة وجدته من أوائل من يلبي نادى مناد الجهاد في سبيل الله وجدته من أوائل من يلبي نادى مناد البر بر الوالدين وصلة الرحم وغير ذلك فدائما هو على متن فرسه أشعث الرأسه مغبرة قدماه يقول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه أشعث الرأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في السوقة كان في السوقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع له هذا إنسان غائب في المجتمع لكنه حاضر عند الله لا وزن له في المجتمع لكن له كل الوزن عند الله عز وجل يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه وطوبى هي النعيم المقيم في الجنة وطوبى هي شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها مئة عام لا يقطعها إذن هذه من صفات المخلصين لله عز وجل أنهم ماذا أنهم يخفون أعمالهم ثم بعد ذلك يخافون من هذه الأعمال أنها لا تقبل كما قلنا يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يقول ابن القيم رحمه الله لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس لا يجتمع الإخلاص في القلب مع ماذا؟ مع محبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار فكما أن الماء والنار لا يجتمعان كذلك الإخلاص لا يجتمع في القلب مع حب المدحي مع حب ثناء الناس مع الطمع بما في أيدي الناس أن تعمل عمل وأنت تطمع أن يمدحك الناس أو أن يثني عليك الناس أو أنت تطمع بما في أيدي الناس من مال من جاه من منصب من وظيفة فهذا لا يجتمع مع الإخلاص مطلقا إذا اجتمعت الماء والنار هذان يجتمعان فمما أن الماء والنار لا يجتمعان هذان أيضا لا يجتمعان في القلب جمع النقيضين من أسرار قدرته هذا سحاب به ماء به نار فلا يجمع النقائض إلا الله عز وجل فالسحاب فيه ماء وفيه نار لكن أن يعيش العبد في المتناقضات فيعيش يكون مخلصا لله فيكون قلبه مخلصا لله وفي نفس الوقت يحب المدح من الناس وثناء الناس ويطمع فيما في أيدي الناس فهذا غير مخلص لله عز وجل في عمله غير مخلص لله عز وجل في عمله لو أردنا أحبة الأكارم أن نتوقف عند موضوع الإخلاص بعض الشيء نتناول أولا دواعي الإخلاص عند العبد ثم بعد ذلك إن اتسع الوقت نتناول بعض القصص والأخبار يعني من قصص المخلصين لله عز وجل في أعمالهم دواعي الإخلاص لماذا تكون مخلصا لله عز وجل أولا خوفا من الله ورهبة من الله عز وجل فالله عز وجل واحد أحد فرد صمد هو أغنى الشركاء وأي عمل يشرك فيه العبد مع الله عز وجل غيره الله عز وجل يتبرأ من هذا العمل لا يعطيك عليه أجرا ولا يعطيك عليه حسنا ولا يعطيك عليه خيرا ولا ثوابا ويتبرأ من هذا العمل ولك أن تذهب إلى من أشركته بالله ليثيبك على هذا العمل وليعطيك الأجر على هذا العمل وليعطيك الحسنات على هذا العمل وهذا أمر لا يستطيعه أحد غير الله عز وجل غير الله عز وجل يقول الله عز وجل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ويقول سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فخوفك من الله دافع من الدوافع التي تدفعك إلى إخلاص النية لله أحيانا ترى بعض الموائد ترى مثلا الموائد الآن في المساجد في الجوامع في رمضان أو تذهب إلى المسجد النبوي في العمر مثلا أو إلى المسجد الحرام فترى موائد طويلة جدا يصطف عليها عشرات ومئات وآلاف وعشرات الآلاف أحيانا يتناولون من هذا الطعام ما لذ وطاب ويشربون من هذا الشراب حتى أنني كنت حين أنظر إلى هذه الموائد يعني يخشع قلبي وتدمع عيني وأنا أتذكر كرم الخلق فأقول كيف سيكون كرم الحق وجود الخلق فأقول كيف سيكون جود الحق تبارك وتقدسه وتنزه أن يكون له مثيل وأن يكون له ند وأن يكون له شبيه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد النبي صلى الله عليه وسلم الذي تربى على مائدة الرحمن كان أجود الخلق وكان أجود ما يكون في رمضان وفي رمضان كان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل يتدارس معه القرآن لأنك تعيش على مائدة القرآن تتربى على كتاب الرحمن ينبغي أن تفعل كل شيء يحبه الله عز وجل ومن ذلك الكرم نرجع ونقول هذه الموائد للأغنياء وللكرماء تذكرك بكرم الله عز وجل لكن المؤلم جدا فيها والمظلم جدا فيها حين تدرك بحال من الأحوال أن صاحب هذه المائدة التي حضرها العشرات أو المئات أو الآلاف لم يبتغي بهذا العمل وجه الله عز وجل ولم يكن عمله خالصا لوجه الله وإنما كان ينتظر ماذا؟ المدح وكان ينتظر الثناء وكان يطمع بما في أيدي الناس أحيانا تدعى إلى وليمة واسعة بعد أن تأكل فيها لقيمات تكتشف أن صاحب الوليمة قد وثقها بالصور ثم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي يعني هو يتبجح ويمدح نفسه ويطلب مدح الناس له وثناء الناس عليه أنني قد كان عندي وليمة حضرها مئة صائم أو ألف صائم وأفطروا لا هناك أعمال محدودة في الصدقات والإنفاق قد يكون إظهارها خير من إخفائها إن كنت ممن يتأسى به ويقتدى به إن تبدو الصدقات فنعم ما هي الله عز وجل يقول مثلا أحيانا بعض الناس يعني هو مضطر إلى إظهار أعماله لا طلبا لمدح الناس ولكن هذه الأموال قد أعطاها له غني مثلا أو أعطتها له مؤسسة فطلبوا منه أن يوثق هذا العمل حتى يعطونه مرة أخرى لهؤلاء الفقراء فحتى نحفظ ماء وجوه هؤلاء الفقراء نوثق بطريقة توصل قناعة راسخة للجهة المانحة أن هذا المال أنفق على هؤلاء الأرامل أو هؤلاء اليتام أو هؤلاء المساكين أو هؤلاء المهجرين ثم في نفس الوقت يكون العمل خالصا لوجه الله المهم دافع عظيم من دوافع الإخلاص هو خوفك من الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لماذا؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قم طريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحررة أعطاهم كل هذا الخير وكل هذا النعيم لأن عملهم كان خالصا لوجه الله ولو لم يكن عملهم خالصا لوجه الله لما أعطاهم الله شيئا لما أعطاهم الله شيئا مطلقا مطلقا الأمر الآخر من دوافع ودواع الإخلاص هو افتقارك إلى الله وحاجتك إلى الله عز وجل فأنت حين تخلص النية لله لأنه ليس لك رب إلا الله هو غني عنك وعن عملك لكن أنت الفقير إليه أنت الضعيف بين يدي قوته أنت الفقير بين يدي غناه أنت الذليل بين يدي عزته أنت العبد العبد الذي تبرأ من حوله وقوته ونجأ إلى حول الله عز وجل وقوته فبما أن الله طيب لا يقبل إلا طيبة بما أن الله طيب لا يقبل إلا طيبة لا بد أن تخلص نيتك لله وأن تخلص في أعمالك لله حتى يقبل الله منك هذا العمل فأنت الفقير إليه بضاعتك مزجات بضاعتك محدودة بضاعتك قليلة أعمالك الصالحة قليلة فلابد أن تخلص فيها النيا لله حتى تكون من المقبولين يقول الله عز وجل وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ويقول الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فبما أنك فقير إلى الله كل الفقر أنت من أفقر المخلوقات من أضعف الكائنات من أذل الموجودات فلا بد أن تفزع إلى قيوم الأرض والسماوات سبحانه وتعالى وتقدم له الأعمال الخالصة حتى يغني فقرك ويجبر كسرك ويرحم حالك سبحانه وتعالى الأمر الثالث من دواعي الإخلاص هو حاجتك إلى رضى الله عز وجل أن يرضى عنك وأن تتمتع بحبه لك سبحانه وتعالى وأن تتمتع بحبك له وبحبه لك سبحانه وتعالى فحاجتك إلى الله عز وجل حاجة لا تنتهي حاجة سرمدية أنت لا تملك حولا ولا قوة لا تستطيع أن ترفع لقمة إلى ثمك ولا أن ترفع ماء إلى ثمك لتشربه ولا أن تدفع داء عن جسدك ولا أن تجلب دواء لدائك ولا 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 لا تستطيع أن تفعل أي شيء لأنك لا تأملك لا حول ولا قوة فحاجتك إلى الله وحاجتك إلى رضا الله وحاجتك إلى حب الله عز وجل لك وحبك له تدفعك أن تخلص في عملك لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهب إلى الطائف ودعا أهلها إلى الله عز وجل وامتنعوا أشد الإمتناع كفروا برسالته وكذبوا دعوته صلى الله عليه وسلم خرج بهذا الدعاء العظيم اللهم أني أشكو إليك ضعف قوتي وفي نهاية المطاف كان طمعه برضى الله عز وجل أن عملي هذا هو خالص لوجهك يا رب وما أريده هو أن ترضى عني لا يهمني الدموع التي سالت من عيني ولا الدماء التي سالت من قدمي ولا الأذى الذي نالني من أهل الطائف لكن ما يهمني هو رضاك يا رب اللهم أني أشكو إليك ضعف قوتي قال صلى الله عليه وسلم حين خرج من الطائف بعينين دامعتين وقدمين داميتين قال عليه الصلاة والسلام اللهم أني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى عدوي يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل بي عقابك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك إذا انطمعي أنني أنتظر رضاك هذا هو لسان حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإخلاصك بالعمل لله كما كان سيد المخلصين وإمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم أنك تخلص لله عز وجل هو خوفا من الله افتقارا إلى الله حاجتك وافتقارك إلى رضا الله عز وجل وأن تتمتع بحبه سبحانه وتعالى الأمر الرابع هو من دوافع ودواع الإخلاص هو أنك تشعر بأن الفضل لله يؤتيه سبحانه وتعالى من يشاء فمن يستحق منك أن تقدم له العمل وأن تكون مخلصا في عملك له لا لغيره هو الله عز وجل فقط لأنه وما بكم من نعمة فمن الله ليس عندك نعمة واحدة أيها العبد الفقير هي من عبد الله هي من أمك هي من أبيك هي من أختك هي من أخيك هي من جارك هي من شريكك في العمل هي من رب العمل هي من المسؤول عنك في الدائرة في المدرسة في الوظيفة في الوزارة في البرلمان لا لا أبدا أبدا كل النعم التي أنت تعيش فيها هي من الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وما بكم من نعمة فمن الله فمن الذي يستحق منك الإخلاص ومن الذي يستحق منك الشكر ومن الذي يستحق منك الذكر ومن الذي يستحق منك العبادة إنه الله رب العالمين لا شرك له لا شرك له فليس ليس من صدق العبودية لله ولا من توحيد العبودية لله ولا من توحيد الربوبية لله ولا من توحيد الألوهية لله أنك تجعل مع الله عز وجل ندا من إنسان صالح أو طالح من ولي أو دعي أو من إنسان من أهل الشقاق والنفاق أو من أهل الصدق والإخلاص لا لا تشرك بالله أحدا لا في دعائك ولا في توسلك ولا في استغاثتك ولا في توجهك كل العمل قدمه لله لأنه لا يستحق هذا الإخلاص إلا الله عز وجل وإذا جعلت مع الله ندا فأنت تؤمن وتوقن أن هذا المخلوق يستحق العبادة منك فإذا توسلت بغير الله أو استغفت بغير الله أو دعوت غير الله أو قدمت القربان لغير الله أو ذبحت الذبيح لغير الله كالهدي أو كالأضحية أو كالعقيقة أو غيرها أي كان العمل أو أي عمل تعمله وتنوي به المدح من الناس أو الثناء من الناس أو أن يكون على عين الناس وعلى رقابة الناس أو أنك ترجو ثوابا من الناس أو أجراً مادياً أو معنوياً محسوساً أو ملموساً من الناس فأنت تشرك بالله أنت تشرك بالله لكن إن كان هذا العمل قدمته لله عز وجل خوفاً من الله فقراً بين يدي الله حاجتك إلى رضا الله وحب الله عز وجل شعورك ويقينك بأنه صاحب الفضل هو الله عز وجل وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء عند ذلك أنت تخلص عملك لله عز وجل فقط لذلك يقول الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله وقيل إن من حق الله عز وجل سبحانه وتعالى أنك حين تعبده أن تشعر وأن توقن بأنه صاحب الفضل وحده لذلك أعظم سورة في القرآن الكريم هي سورة الفاتح حين نقرأ سورة الفاتح ماذا نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين في أيامه ولياليه وشهوره وأعوامه ودقائقه وثوانيه ولحظاته لتحصي نعم الله عز وجل لما استطعت إحصاءها لما استطعت إحصاءها أيضا شعورك ويقينك بأن الله عز وجل لا يستحق أحد العبادة غيره ولا يستحق أحد الإخلاص غيره يقول الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ويقول سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لذلك ما نجى من نجى إلا بإخلاصه وما هلك من هلك إلا بشركه وريائه ما نجى من نجى إلا بتوحيده وإخلاصه وما هلك من هلك إلا بشركه وريائه يوسف عليه السلام كيف نجاه الله عز وجل من فتنة امرأة العزيز ومن مراودة امرأة العزيز وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي ثم بعد ذلك ماذا قال الله عز وجل قال إنه من عبادنا المخلصين حين قال يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين فصرف عنه كيدهن فصرف عنه كيدهن لماذا صرف الله عز وجل عنه كيد امرأة العزيز والنساء المراودات قال بعد ذلك المولى عز وجل إنه من عبادنا المخلصين فحين تكون مخلصا لله ينجيك الله عز وجل من الشداد الرجل المؤمن من آل ياسين لماذا بشره الله بالجنة لأنه كان من المخلصين لله عز وجل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قتلوه حبيب النجار قتلوه فبشر مباشرة بالجنة قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وجعلني من المكرمين حين نريد أن نتوقف عند بعض أحوال المخلصين وهي كثيرة نأخذ نماذج منها يقول سيدنا علي رضي الله عنه عن الإخلاص وعن الزهد والإخلاص في الزهد يقول لو أن رجلا جمع ما على الأرض وأراد به وجه الله فهو زاهد لو أن إنسان يجمع الغنى كل الغنى والمال كل المال في مقياس بعض الزهدين لا يعدونه زاهدا لكن يقول سيدنا علي رضي الله عنه لو أن رجلا جمع ما على الأرض وأراد به وجه الله فهو زاهد ولو أن رجلا ترك ما على وجه الأرض ولم يرد به وجه الله لم يكن زاهدا يعني لو أن إنسان زهد في الدنيا وترك كل شيء في الدنيا لكن لم يرد بذلك وجه الله ما سمي زاهدا ولو أن إنسانا من أهل الغنى والثراء جمع كل ما على وجه الأرض من مال حلال وأراد بذلك وجه الله فهو زاهد من روائع ما يذكر في قصص الزاهدين هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصص المخلصين عفوا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أول ثلاثة يدخلون النار اليوم الذاكر غير مستجمع تماما ظاهر يعني السحور مقوي كل شيء نعم نسأل الله عز وجل أن يمنى علينا وعليكم بفضله وأن يتقبل منا ومنكم سائر العبادات والطاعات أول ثلاثة يدخلون النار يقول عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عالم ومنفق وشهيد وفي رواية قارئ للقرآن ومنفق وشهيد فيؤتى بالعالم فيقول الله عز وجله ماذا عملت فيقول يا ربي تعلمت العلم وعلمته يعني وعلمته لوجهك وابتغاء مرضاتك فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت بل تعلمت ليقال عنك عالم فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار نسأل الله العفو والعافي إذن ما نفعه علمه لأنه ما تعلم العلم لوجه الله العلم وطلب العلم من أفضل المنازل والمناقب وأعلاها درجة ومنزلة وأعظمها فضلا وأجرا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سرك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة لكن لأنه لم تكن نيته لله وإنما تعلم العلم ليقال عنه عالم نار الشهادات ليقال عنه ماجستير ودكتورة وبروفيسور وغيرها وتعلم العلم ليقال عنه عالم ثم ماذا يكون جزاؤه وأجره في الدنيا أن الناس قالوا له عالم في الآخرة ليس له شيء يؤمر به إلى النار فيسحب على وجهه إلى نار جهنم نسأل الله العافية ثم يؤتى بالمنفق فيقول الله له ماذا عملت؟ قال يا رب رزقتني مالا فتصدقت به آناء الليل وأطراف النهار في الليل والنهار أنا أنفق في سبيلك فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت بل تصدقت ليقال عنك جواد أو ليقال عنك كريم وقد قيل خذوه إلى النار فيسحب على وجهه إلى نار جهنم نسأل الله العفو والعافية إذن ما نفعه الملايين ملايين الدنانير أو ملايين الدولارات أو مليارات الدولارات التي ينفقها في الليل والنهار على الأرامل وعلى الأيتام وعلى الفقراء وعلى المساكين لماذا؟ لأنه لم يبتغي بها وجه الله عز وجل لم يبتغي بها وجه الله عز وجل فلذلك لا تنفعه في الآخرة فيؤمر به إلى النار ثم يؤتى بالثالث الشهيد فيقول الله عز وجل ماذا عملت؟ قال يارب قاتلت في سبيلك ولإعلاء كلمتك فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت بل قاتلت ليقال عنك شجاع أو ليقال عنك جريء خذوه إلى النار فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار نعوذ بالله من النار هؤلاء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أول ثلاثة يدخلون نار جهنم ليس الخلل في أعمالهم كانت أعمالهم صائبة لكن الخلل في نياتهم لم تكن نياتهم خالصة لوجه الله لذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة يقاتل حمية أيها في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله واليوم آلاف من الناس ومن الشباب يقتلون تحت مختلف الرايات وتحت مختلف الغايات وتحت مختلف الدوافع ينبغي أن يفطنوا لهذا الأمر قبل أن أقاتل وقبل أن أقتل وقبل أن أقتل علي أن أستحضر الأمرين والشرطين حتى يكون العمل مقبولا أن يكون هذا العمل موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يكون خالصا لوجه الله الكريم عند ذلك يقبل وإذا انتفى كلا الشرطين أو أحدهما فهذا العمل مردود هذا العمل مردود هذا العمل مردود هذا العمل مردود الله عز وجل يقول عن الإخلاص يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ما هو الشرط ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيمة هذا اليوم نتكلم كثير ثرثرة نتكلم كثير في الجامعات في المدارس في الأسواق في المساجد في الإعلام على القنوات نتكلم كثير والله عز وجل يعطينا قاعدة في قضية الكلام نتأكد أن هذا الكلام أردنا به وجه الله وأنه موافق لشرع الله الخير كثير والأجر كبير والرب سبحانه وتعالى قدير لكن إذا انتفى منه الإخلاص أو انتفى منه الصواب وهو موافقته للقرآن و للسنة فهو علينا وبال فهو علينا وبال يقول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما الأجر العظيم ينتظركم يا من تنفقون ابتغاء وجه الله يا من تتواصلون ابتغاء وجه الله يا من تبرون آباءكم وأمهاتكم ابتغاء مرضات الله يا من تسعون على الأرامل والمساكين ابتغاء وجه الله يا من تكفلون الأيتام في رمضان و في غير رمضان ابتغاء مرضات الله يا من تطعمون الطعام وتفشون السلام وتصلون الأرحام وتصلون بالليل والناس نيام ابتغاء وجه الله بشراكم ثم بشراكم ثم بشراكم يا من تفعلون الخير يا من تقولون الكلمة الطيبة لأنها صدقة ابتغاء وجه الله بشراكم بالأجر العظيم والأجر الكبير يا من تتبسمون في وجوه إخوانكم ابتغاء وجه الله بشراكم بالخير الكثير يا من تقبلون أيدي أمهاتكم وأرجل أمهاتكم وتقبلون أيدي آبائكم ورؤوس آبائكم برا بهم بشراكم بالخير الكبير والأجر الوفير من الرب القدير سبحانه وتعالى لكن حذاري حذاري من عمل ينقصه إخلاص النية لله وموافقته لشرع الله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم العبد مطالب بإخلاص النية في كل شيء حتى في المباحات قد تأكل فهل تؤجر على طعامك قد تشرب فهل تؤجر على شرابك قد تنام فهل تؤجر على نومك قد تأتي أهلك فهل تؤجر على شهوتك قد تعمل وتكسب المال ثم تأتي بالطعام والشراب والدواء لأهل بيتك فهل تؤجر على ذلك هذه كلها مباحات هذه كلها مباحات يعني حلال عليك أن تفعلها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة والقلب يستق دوما أن تتروينا يا درة الكون طاهر نبغ خافقنا فالجرح كبل